السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بألف خير وصح وسلامة واهلا بكم فيديو جديد منوريني يا جماعك العادة منوريني انتو دايما حضرتكم منوريني يلا بينا عالفيديو بس قبل ما نروح للفيديو يا جماعة اللايك والشير والاشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس والاشعارات على كل عشان يوصلك فل جديد يلا بينا عالفيديو ابي احمد مبارح طلع في تصريح غريب كده ومريب مش هو بس هو بكل المتابعين والمحللين الساسيين الاسيوبيين حتى الاعلام الاسيوبيين كلهم بيلسسنا اعلنوا انتصارهم مش على التجريه اعلنوا انتصارهم على مصر واللي مستغربه يعني والسؤال اللي باسأله لحضراتكم يعني هو ابي احمد اصلا حربه مع مصر ولا مع التجريه لكن هو اعلن انتصاره على مصر هتقول لي ازاي هقولك ازاي تابعني الاخر الفيديو اللي حصل يا جماعة مبارح انه قوات ابي احمد استردت مدن كان مسيطر عليها قوات التجريه والحقيقة المدن دي اللي سيطر عليها ابي احمد مدن استراتيجية ومهمة جدا جدا وهي مدينة دي سي ومدينة كابولشا قوات ابي احمد احتلت او استردت المدن دي تاني من قوات التجريه ولو فيني اي نية بعد كده جماعة انه قوات التجريه ان هي تروح للعاصمة تاني اديس ابابا لازم تسيطر على المدينتين دول لأن المدنتين دول من أهم المدن المؤديين إلى أديس أبابا فمعنى إنه قوات التجري تركت المدن دي ورجعت تاني لقليم التجري معنى كده إنه مفيش نية أصل قوات التجري إن هي تروح العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مرةً ماشي الحال ولو حبت بعد كده إن هي تروح أديس أبابا بعيداً عن المدنتين دول أو بعيداً إن هم يكونوا مسيطرين عن المدنتين دول مدينة كبولش ومدينة ديسي أكيد هياخدوا طريق حولين الجبال وده في الوقت الحالي خطر جداً جداً على قوات التجري فهم عشان يفكروا تاني إن هما يروح مناحية العاصمة أديس أبابا لازم يكونوا مسيطرين على المدينتين دول فالمدينتين دول حالياً في قوات أبي أحمد يعني معنى كده إنه مفيش نية من قوات التجري إن هم يتقدموا مرة تانية إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أبي أحمد طلع على التلفزيون الرسمي الأثيوبي أو على التلفزيون الأثيوبي قال shark vraiment abile واحد قال ان الهجوم المضاد مستمر على قوات التجري. لانه لست قوات التجري اصلا لست مسيطرة على مدن كثيرة جدا جدا في فى اقليم الامهار. يعنى هو مستردش كل المدن اللي مسيطرة عليها قوات التجري. لكن هو اعلن انتصاره. وانا الحقيقة ما اعرفش هو اعلن انتصاره على الاي يعني. ويعني هو اعلن انتصاره على الاي ما هو لسه في مدن كتير اصلا في اقليم الامهارة مسيطرة على قوات التجري. المهم يا جماعة انه الفريقين اعلنوا انه هم حققوا الخسار. يعني قوات التجري اعلنت انه هم حققوا خسار في قوات ابي احمد. وقوات ابي احمد اعلنوا برضو انه هم حققوا خسار في اقليم التجري. والحقيقة انا مستغرب وفيه سؤال مهم عزي اسأله لحضراتكم دولة ايه مستغرب انا بحس انه الحرب دي مبين بلدين يعني مبين بلدين مش بلد واحدة تمام دول شعب واحد يعني قليم التجريه ده اصلا اسيوب وقواته بقى احمد دي اسيوبية اتنين يعلنوا انه هم حقاوا خسير وقتلوا بعض والكلام ده كله ده جماعة يديك طابع انه اسيوب دي اصلا بلد مفككة اصلا بلد ملهاش مش عارف اقول لحضراتكم ايه بصراحة يعني بلد كده ملهاش كبير يعني زي بابنقول احنا بالبلد بتاعنا يعني دي تعتبر مش بلد لما الشعب الواحد بيقتر في بعضه المهم يا جماعة تلع سيتر الرضا تصريح كده قال لك ده الانسحاب بتاع قوات التجريه من المدن دي سي وقابولشا ده جزء من الخطة تاع قوات التجريه يعني هم انسحبوا بكامل ارادتهم مش انهزموا هم انسحبوا من المدن دي بكامل ارادتهم والسكان اللي هناك عارفين كده كويس وقوات ابي احمد عارفة كده كويس وانه قوات التجريه لما انسحبت المدينة دي سيقابولشا انسحبوا بكامل ارادتهم مش انه هم انهزموا ما هو تفرق يا جماعة ما تفرق ما بين ناس انسحبت من المدن عشان اتهزموا وفي ناس انسحبت من المدن دي علشان بكامل ارادتهم ده جزء من الخطة بتاعتهم تفرق كتير بين المعنيين والحقيقة يا جماعة عشان تعرفوا ايه الحقيقة فين هل قوات التجريه انسحبوا بكامل ارادتهم ولا تهزموا لازم يكون فيه إعلام مقطي الموضوع ده والحقيقة إنه ما فيش إعلاميين أصلا سمح لهم أبي أحمد إنه هم يكونوا متواجدين على الأرض عشان ينقلوا الأخبار بشكل دقيق لأنه أي إعلامي بينزل أو أي صحفي بينزل ويحاول إنه هو وينقل الأخبار الحقيقية وإلي بيحصل بجد في الحرب ما بين قوات التجرية وما بين أبي أحمد يضيبط عليه وتحط في المتاقة وما فيش إعلاميين موجودين على الأرض عشان ينقلوا لك الواقع اللي بيحصل فاحنا بنعتمد على التصريحات اللي طلعة من قوات التجرية أو من التصريحات اللي طلعة من أبي أحمد عشان ننقل منها الأخبار لكن السؤال اللي حضرتك هتسألوني دلوقتي هل قوات التجرية ينهزموا؟ الإجابة قطعيا قوات التجرية متهزمتش ومش هتنهزم قوات التجرية يا جماعة هتحارب لآخر جندي عندها ودي حقيقة لازم تعرفوه إنه قوات التجرية هتحارب لآخر جندي عندها لكن هما بينسحبوا من المدن اللي بيسيطروا عليها يعني المدن اللي هما تمام سيطروا عليها بدأوا ينسحبوا منها ليه؟ لأنه أبي أحمد يا جماعة جاله دعم جاله دعم كبير جدا جدا طائرات درونز وحاجاته وأسلحة وأسلاح والكلام ده كله فكان لازم من قوات التجرية إن هي تتراجع لكن الحقيقة ما سمعناش عن خسائر كتيرة جدا جدا في قوات التجرية أنا اللي سمعنا عن خسائر في المعدات ولا السلاح ولا الكلام ده كله ده يندل على شي يا جماعة دل على إنه رواية قوات التجرية حقيقية إنه هما انسحبوا من المدن دي بكامل إرادتهم لأنه الحقيقة اللي هما انسحبوا أو انهزموا زي ما قوات أبي أحمد بتقول أو بتحاول توصل لك المشهد إنه هما انسحبوا والكلام ده كله أكيد أكيد كنا هنسمع عن خسائر في الأرواح عن أسرة عن خسائر في المعدات عن الكلام ده كله لكن الحقيقة مسمعناش عن الحاجات دي ان هو مفيش خسار في قوات التجري اللي في المعدات ولا في الارواح ولا في اصرحات اذا المعلومة دي يا جماعة تدل على شيء واحد بس انه قوات التجري انسحبوا بكامل ارادتهم من المدن اللي كانوا مسيطارين عليها والانتصارات اللي بيقول عليها ابي احمد واللي طالع يقول لك عليها بالعكس ده مفيش انتصار ولا حاجة ده مثلا يعني مدينة ديسي او قبولشا قوات التجري انسحبوا منها قواتها باحمد دخلوا بدون قتال بدون حرب ومفيش اي حاجة فيدخل ابي احمد المدن دي ويعني انتصار هو ان هو استرد المدينة دي والكلام دي كله عنا كده انه مفيش انتصار اصلا معنا كده ان هو مفيش انتصار لكل اللي بيقولегод ابي احمد كله كلام كذب في كذب اصلا وبينه جو يخش المدينة ببيلقيش عندي المهم يا جماعة اولاد بشير لو انتو فاكرينه جمال بشير لو انتو فاكرينه بدأ يظهر تاني و mouvementهيطلع فيديوهات تاني الايام دي يعني هي الاول هو مكنش بيطلع يعني ما كناش بنشوف وشه يعني خالص يعني اصلا هو يطلع يقول لك يقول لك قوات ابي احمد او الجيش الاسيوبي بينهزم وبيتاخد على افاه فدلوقتي لما بدأت بدأ الجيش الاسيوبي تمام حسب تصريحات ابي احمد انه هو ينتصر ويسترد مدن تاني بدأ يطلع عندنا الارد ده اللي اسمه جمال بشير بدأ يطلع تاني ويعمل فيديوهات تاني طلع في فيديو بيترجم كلام كان ايلو ابي احمد من مدينة ديسي تعالوا نشوفه ال ايه طبعا يا جماعة انا حزفت الكلام كتير يعني هو بيشتم مصر تمام جمال بشير بيشتم مصر تمام وانا مش هقاربه بصراحة هل هو ترجم فعلا ابي احمد الكلام اللي هو بيقوله ده تمام هل قاله ابي احمد فعلا يعني جاب سيرة مصر في الفيديو ده اللي هو ولا هو ترجم غلط ولا ايه ولا ما فهمش يعني في ريت يا جماعة حد من المتابعين لو بيفهم اللغة الاسيوبية دي يقول لي هل ابي احمد فعلا جاي بصيرة مصر في الفيديو ده ولا لا ولا جمال بشير ترجم غلط ولا هو عادي يسخن الدنيا وخلاصه لكن الحقيقة يا جماعة انا بسأل نفس سؤال بجد والله العظيم يعني انا بسأل نفس سؤال هما ليه الاسيوبيين بيحتفلوا حاليا ان هما انتصروا على مصر طب ما المصر وما الموضوع ده يا جماعة ليه حشرين مصر في كل حاجة يعني اذا فهم ليه الاسيوبيين بيحشروا مصر في كل حاجة اه اه امدخل مصر ليه انت في كل حكاية انت بتحكيها كل ما يحكي اه مصر لو تاخد على افاق مصر تدعم التجري LEE لو انتصر يقول لك نحن انتصرنا على مصر هو ايه الحكاية يعني هي مصر كعن لكم روعب للدرجات دي يعني عذا فحم مصر عم لكم روعب للدرجات دي لمانتوا كل حاجة حشرين مصر فيها في ايه؟ ويطلع جمال بشير يقول لك أسيوبيا انتصرت على مصر المتقول أسيوبيا انتصرت على تيجري حاسين أن تيجري دي دولة تانية يعني هما كمان حتى في تعبيراتهم وتصريحاتهم وتصريحات غريبة ومريبة يقول لك أسيوبيا انتصرت على تيجري على أساس أن تيجري دي دولة تانية حاسين أن تيجري ده دولة تانية مش شعب أسيوبيا يقول لك انتصرت على تيجري وانتصرت على مصر ما المصر وما الموضوع ده يعني أعزها فهم مال مصر أصلا ما بين الحرب الأهلية الشغلة دلوقت بحقيقة يا جماعة يعني بحقيقة بصراحة يعني بجد يخرب بتا المخدرات والشاشة اللي هما بيشربوا ده لأنه في نوع مخدرات يا جماعة بيشربوا اسمه الشاشة في أسيوبيا يعني يخرب بتا المخدرات كل بورس يقفوا قدام المراية فيهم يفتكر نفسه تمساح ودي حقيقة يا جماعة يعني دي آخرت المخدرات واللي بيشربوا مخدرات يعني جمال بشير ده دي آخرت المخدرات يا جمال بشير يعني دي اخذها من الخدرات اللي انت بتستعطاها دي البورس يقف قدام المراي يفتكر نفسه تمساح بجد والله انا مش فاه انا عايز اسأل جمال بشير داسويا الحرب دي يا جمال ليها سنة الحرب ما بين قوات ابي احمد وما بين التجريدي ليها سنة انا عايزة خلالي السنة دي هل كل الجهات الفاعلة في اسوبيا يعني كل الحاجات او كل الجهات الفاعلة في اسوبيا سواء امريكا او الصين او روسيا او الامارات او 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 ايا كان يعني انا عايزة تجيب لي تصريح واحد من مسؤول مصري اتكلم عن اسوبيا اصلا او اتكلم عن التجريا اصلا دي اذا كاننا احنا زي ما انت بتقول احنا بندعمهم اذا كنت بندعمهم سياسيا تمام يبقى اذا فيه اكيد واحد مسؤول مصري صرح قال ان احنا بندعم قوات التجريا انا عايزة تجيب لي خلال السنة دي تمام ما يثبت مقال ما يثبت ان احنا بندعم قوات التجريا دي يا جمال يا بشير مش هتلاقي لانه مفيش يعني احنا اصلا مش شايفينكم اما اذا كنت بتتكلم ان احنا بندعمهم بالسلاح والكلام ده كله انا عايز اعرف اهم دليلك انت في الموضوع ده ايه دليلك انت في الموضوع ده ايه اللي يقول ان احنا بندعم قوات التجري بالسلاح او دعم سياسي مفيش يابني الحكومة المصرية مش شايفكم اصلا يعني احنا كمصريين مش شايفينكم اصلا لكن لو بتتكلم عننا احنا كاتيوفر فلازم تعرف ان احنا عارفين كويس جدا جدا انه اللي بنى صد النهضة دول قوات التجريه يعني لازم تعرف ان احنا عارفين كويس جدا جدا اللي بنى صد النهضة دول قوات التجريه يعني ميل الزناوي اللي حط حجر الاساس بتاع صد النهضة ده تجراوي فاحنا عارفين الموضوع ده ولازم تعرف كمان انه لما التجريه لما كانوا بيبنوا صد النهضة الامهارة كانوا وقفين ضدهم وكانوا بيعملوا حملات ومظاهرات ضد التجريه لمنع تمويل الصد داخلي او خارجي يعني احنا عارفين الكلام ده كله يا جمال بشير احنا فاهمين وعارفين الكلام ده كله وبعد كده انتو سرقتوه من التجريه ونسبتوه لنفسيه ما احنا عارفين الحدوتة دي يعني القصة دي احنا عارفينها فما تزيدش علينا وبالرغم يا جمال بشير عاز اقولك على حاجة بقى وغيظة وبالرغم ان احنا عارفين ده كله وعارفين انه التجريه هم اللي بانوا السد من ايام من الزناوي وعارفين ده كله اللي احنا بندعم قوات التجريه ايه رأيك احنا كاتفيوبرز احنا بندعم قوات التجريك ايه رأيك بقى وموت بغضك جمالة بشيك لكن احنا بندعمهم دعم انساني احنا ضد الخيانة احنا ضد اقتصاب النساء احنا مع الانسانية وانتو متعرفوش الحاجات دي انتو شوية اتماعاتيه العين بلبيه زي القرود وبتنططوا في الجبال كل شوية وعى الشجر ويبيرمو لكموز وفول سوداني ده اخركم انتو وابتسرقو بقى اربعض ومعيز باعض وكلام الفاضل اللي انتو عارفينه دا احنا بندعم الانسانية احنا ضد الحيانة احنا ضد العنف احنا ضد اقتصاب النساء احنا ضد قرط الاطفال عشان كده احنا بندعم قوات التجري يا جمال يا بشير يهبل يا ابن الهبلة احنا كمان ضد الحيانة انتو دخلتوا جيش بتاع دولة تانية عندكم في اسيوبيا علشان يقتل شعبكم الجيش الاراتري دهنا لمدخلتوه الجيش الاراتري لما انتو دخلتوه دخلتوه ليه دخلتوه عشان يقتل شعبوكم احنا ضد الخيانة المقال ده يا جماعة اللي انتو شايفينه بيقول انه اساس افوركي الرئيس ايراتريا اساس افوركي قبل توقيع معاهدة السلام مع ابي احضر مش قبل الحرب قبل توقيع معاهدة السلام مش قبل الحرب المبين ابي احمد والتجريه قبل معاهدة السلام طلع المقال ده وقال لك انتهت اللعبة تم القضاء على التجريه ده يا جماعة المقال ده طالع قبل توقيع معاهدة السلام يعني كانت النية مبيتة اصلا كانت النية مبيتة اصلا انه هما يرضوا على قوات التجرية ده مقال امطلعه اساس افورك الرئيس التاع ايرتريا يعني يا جماعة ما كانش ده اتفاق سلام ده كان اتفاق على الحرب والقضاء على التجرية يعني كانت النية مبيتة اصلا انه هما يرضوا على قوات التجرية يعني ميز زي ما قال باحمد ان قوات التجرية عملت انتخابات لوحدها وانه هما سيطروا على قاعدة عسكرية شمالية في قوات التجري والكلام الفاضي ده مجمع. ده دي الرواية لطلحها ابي احمد انه هو بيحارب قوات التجري علشان هم عملوا انتخابات مع نفسهم والكلام ده كله وانهم عايز يستقلوا عن اسوفيا والكلام الفاضي ده لا بالعكس ده كله كلام كذب ومحصلش. كل الموضوع انه اسس افورقي وابي احمد قبل ما يوقعه معاهدة السلام او معاهدة دي مش معاهدة على اعلان الحرب على قوات التجري لانه ابي احمد ما كانش عايز حد ينفسه في السلطة تاني وكان عايز يبقى الامبراطور وكان عايز مفيش حد ينفسه على السلطة تاني فراح جاب جيش دولة تانية عشان يدخلوا بلده علشان يقتل شعب. في خيان اكبر من كده يا جماعة. ده يا جمال يا بشير اللي انت مش عارش تفهمه واللي مش عايز تفهمه وتحطه في دماغه. انه رئيسكم ابي احمد ده راجل خاين. اتأمر على شعبه. اتأمر مع جيش دولة تانية عشان يدخلوا ارضه عشان يقتل في شعبه ويختصف النساء بتاعك. ده اللي انت متعرفوش يا جمال يا بشير وهو مش هتفهمه. لانا كدتة دماغك اصلا قدي كده. ولما طلع ابي احمد واجه خطابه بعد ما دخل اقليم التجري من العاصمة بتاعت اقليم الجلي اللي هي مقلي. كان الجيش الاريتري مازال ومستمر في جرايمه ضد قوات التجري. لو انت فاكر يا جمال يا بشير. ولما كان اي جندي اسيوبي محترم يروح يقول نقات بتاعه يقول له احنا مش هنتدخل الجيش الاريتري بيختصف النساء بتاعتنا وبيقتل اطفالنا. كان يرد على القات بتاعه يقول طب مالكش دعوة. دي اوامر من القيادة العليا. هي دي الخيانة يا جمال يا بشير. هي دي خيانة ابي احمد لشعبه. اللي انت متعرفوش. احنا بندعم قوات التجري عشان احنا ما بنحبش الخيانة يا جمال يا بشير. هو طالع انكر قال لك مفيش في اسيوبيا قوات تجري. مفيش مئة الف جندي كان موجود في اسيوبيا في قليم تجري. انكر البعض كده وبعديها في شهر مارس قال لك اه كان في قوات من اريتري كانوا موجودين هنا في قوات التجري. اعترف بعديها بعد الحرب مبادئة باربع شهور. هي دي الخيانة يا جمال يا بشير اللي انت مش عايز تفهم. وعلشان كده احنا بندعم قوات التجري. وبقول لها لك وش كده وبصراحة ايوا احنا بندعم قوات التجري. معنين عارفين ان هما اللي بنوا صد النار وعارفين ان هما لو انتصروا وهيحافظوا برضو على صد النهضة. يعني ما تحطش في بالك ان احنا فاهمين ان احنا لو دعمنا قوات التجري وانتصروا عليكم هيروح يهدوا صد النهضة اللي احنا عارفين ان هما هيحافظوا على صد النهضة لان هما اللي حطوا حجرة الاساس بتاع صد النهضة. احنا فاهمين الوضع كويس يا جمال يا بشير. لكن احنا مع الانسانية. ده اللي انت مش قدر تفهمه. انت ما تفهمش يعني انسانية اصلا. لكن انت يا جمال يا بشير تدعم سفاح قتل شعب وخان شعب. ده اللي فرق بين مصر واسيوبيا. الحاجة التانية يا جمال يا بشير انت بانت راجل مجنون وراجل مخبول فعلا يعني لو اتخيل ان احنا معتمدين على قوات التجريه ان هم يسقطوا ابو احمد يعني ما تحطش في بالك يا جمال يا بشير ان احنا حطين في دماغنا وندعم قوات التجريه عشان اه حطين امل ان هم يسقطوا ابو احمد ده كلام عبط يعني انتو اصغر من كده بكتير لما شوية عساكر لما شوية عساكر وشوية جنود من قوات التجريه بشوية بنادق من الحرب العالمية التانية قدروا يوصلوا ومشيين على رجليهم انت معهمش عربيات مشيين على رجليهم كده راحوا ووصلوا من حد العاصمة قديس ابابا ودول جنود معهمش الا شوية بنادق ما بقى لك بقى يا جمال يا بشير لو مصر راحت عندكم والجيش المصر انا عندكم اعمل فيكم انتو اقل يا جمال يا بشير انتو اقلب كتير انه مصر تبصو لكم اصلا فالحكومة المصرية مش هي فيكم فما تحطوا شو تقولوا انت صارتوا على مصر لا 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 مصر لو ولت وشها ناحيتكم هتمسحكم من على الوجود مش هتخلي بلد او دولة اسمها اسوبيا اصلا اذا ارتدى الحمار وقناع الاسر يرتفع الى مجلس الوزود يبقى الحمار حمارا يكشف عن صوته نهيقه عندما يحاول ازاقه كلام ليك يا جمال يا بشير يا ربكم اشتركوا الموضوع بشكل مبسط يا رب انصر مصر يا رب انصر العرب وشوفكم على خير الفيديو الجاي انا ومعنيكم اشتركوا في القناة